استوقفتني عبارة ذكرها السيد الحلبوسي اليوم عندما أعلن مسألة استقالته قال بأنه كان يذهب باتجاه الأغلبية وتغيرت الدف لهذا هو يستقيل من رئاسة البرلمان طب أنت كيف تقرأ هذه النقطة؟ يستقيل من رئاسة البرلمان ومع هذا السيادة موجود في تحالف إدارة الدولة الذي سيؤسس دولة توافقية وليس دولة أغلبية أنا أعتقد الاستقالة ليست الاستقالة حقيقية هي محاولة تجديد الثقة من قبل الائتلاف الجديد خاصة أن الثقة هو أعطته التيار الصدري بالفعل والديمقراطة الكردساني نعم يعني انتقال الثقة من طرف إلى طرف آخر هذه الفكرة العامة من الاستقالة كلها هذه ليست استقالة بمعنى استقالة حقيقية وعدم الرجوع عنها لكنها محاولة تجديد الثقة أنا أعتقد أن هذه ربما حتى خطوة ذكية بأنه حتى يفرض على الآخرين أنه أنا لم أأتي يعني من الطرف الصدري أنا أتيت أيضا من هذا الطرف للتحالف الجديد وبالتالي أنا أمثل رئيس برلمان لهذا التحالف الجديد لأن هناك اتفاقات قبل بدء باتفاقات هو طرح هذه الفكرة لأنه كان هناك فكرة أنه ربما سوف يقال وإلى آخره هو يحاول استباق هذا الحدث بخطوة استباقية نعم أنا أشكر جزيلا شكرا دكتور باسر حسين رئيس مركز كل هذا لدراسات كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك